يلا كابتن نبدأ معاك شا اخترت لنا اليوم؟ والله اخترت لكم يكون اول مرة تسيخ في تونس هي رجعت تجارة التون وهكا بالمقايدة تعطيني نعتيك ليش فلوس تاكس مينيسيبال في مدينة سيدا في تونس حاسينه يخلصوا زبلة و خروبة كيقول الزبلة و الخروبة تمشي كي تقول يلوحوا في الخبز في الزبلة ما تمشيش الزبلة و الخروبة مهاكلة بربي عليها خروبة بربي عليها خروبة والله ثبت تربيدي ما عنديش معلوم ما عنديش معلوم يمشيوا خلصوا زبلة و خروبة مش بالفلوس يعطيوا يعطيوا كل هدوكم منهم ينظفوا ومنهم كذا وذيك القيمة انتعلي يجيبوها يحسبوها لمكن خلصوا زبلة و خروبة بروجي بيلوت وذيك لفيل بوب لينغين بوب لينغين كل ما يوفى بالغين انا هولندا ولا المانيا ولا لوتاني يعطيه مساحة و بارك الله فيه بالمقايدة يعني غدوة يهزوا جلود انتعلي عليش جلودة يعملون تخفيض ومعناها فلادهات البلدية جلد كي فيسا 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 جلد فيه صوف وفيه الجل ثروة ثروة الزبلة في تونس ثروة مناجي بتاع ثروة كابتن انتي غلطني ليو قولي عليش مش الصباح في الكواليز زيدة قلت لي بش نحكي على حاجة ومغلغل عليها سلحبك والكرمو والسلحبات ليه 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 انا عملت كتير ذكره انا عملت شكور ليه ايش اقول لك شو تو في تونس احنا عايشين اهزانات اتصادية سيانسية اجتماعية هما فهم ازمك بيريز هي ازمة الزوق العام في كل شي يرى في اللبسة في الدنيا في الدخان زيدة منحة الذراقة شو لا اسمع لا اسمع في التاهية العمرانية كارثة كارثة كبيرة لي قد جيب ما عندكش فكرة دونك حكاية هو المجسم هاي تصوير مجسم معانيا هذه السلح فات ركبة موجة ارد بالك افم موجة هزيتها السلح فات الطائرة معانيا شو عايشكم بظلكم رؤسة البلدية رأوا دخول المدن فما مجسمات معانيا سلح فات في توس كلها السلح فات كون تكون في السلقتها والمهدية والدنيا غادي يلقاها فهمتين اتبقى الذحك وتحز توحنا عنا ويا ياريتها اول وحدة مش اول الموذج سام في ملخ المدن وعملنا على شو اه انتعنا بالباية بورك دينة واحد كي تعمل مجسم من الاخرها ترمز لي هاذا كلمات ويه وعنا مبادرة احنا انتعنا ويدات تعنا انتع البوزار خليهم يخترعوا عندهم الفكر وعندهم الخيال فمتي عايشكم مبذلكم با اخوة شو قول لك هذيه صلح فات كبيرة ياسر اما تعبيجة حلوة تعبيجة فيهم سلسف وذيك ساميته قبلة اكل طائرة بليرج هكا ملكاف تعاليش بليرج طضيحة طن صيب ازمة في قنبوية حطن معانيا كان في شمال افريقيا عايتول بليرج بليرج اما في تركيا صيب ازمة ذوق من المنكة من الافكار من المبدعين الشباب الشباب اللي عندهم افكار شبابنا تونسي يخدموا تلقاهم في ماركات وفي شركات عالمية مغير ما نذكر الاسم اما عالمية تلقاهم تونسا يتخطفوا فيهم ايه عليها هكا ازمة الذوق اذيه والله يفترض يتفتح هون ملفات بارش او ياريش امانيش اول مرة اش بش الحم ربي اش بش ازكروش اخترت لنا مجدول اليوم اليوم اخترت تصوير الشهيد اخت الشهيد اول دوار الشهيد نهارت جمع لكنا رينا بعض الصور اللي ريناها في الفيسبوك اللي هي على حفلة التخرج الدور ترائد فوز الزياتي في الاكاديمية العسكرية فندق جديد اللي يقول الاكاديمية العسكرية يقول شعارها الحياة عقيدة وجهات لكن بالنسبة لي اروع تصويرها هي تصوير اخت الشهيد امل اسمايري اللي معنق قميمتها واللي تخرجت ملازم امل اسمايري انا نذكر وقتها ريتها في افريل الفين وخمستاش استشهد خوها عبد اسمايري استشهد عمر 21 سنة وقتها حكيت لي اخر حاجة بنا هي خوه وقتها جابلها تباشي الباك سبور يرحمي امل نجحت في الباك عامتها ودخلت الاكاديمية وعلقت النجمة الأولى موش هي برك اللي صقرا لدماء الشهداء مشي حتى هو الاكاديمية العسكرية وتخرج كيف نهارت الجمعة اسمايرية هي مضقة في سند من ولاية قفصة ولينحييهم واعز حاجة راهة كالنجمة اللي معلقينها على اكتفهم اللي هي نجمة الشرف نجمة الوطن ونجمة الفخر ونقول لهم من الاخر حبكم برشة وربي يحميكم وربي ينصركم ومن يكرم الشهيد يطبع خطاه ونديمة عندي كلمة ونقولها ومخلتها من أداء القسام من طاحهم عاش التونس حرة منيعة أبدا الدهر أبدا الدهر أبدا الدهر عاش التونس ربي يحمي تونس ألف ألف مبروك لي أمل وزميلها ناجت لي لي بغافو ألف مبروك ليكم اي شكيب اختياراتك أنا حبيت شفت العنوان اللي يحكي على فوسفات قفص على الكوبانية تعرف قريت مرة كتاب هو مجموعة وثائق عنوانه عرق البرنوس كيفاش قبل كانوا الفرنسيسي يعصروا التونسة رسوم وداءات وغيره ويعملوا ثروات منها حكي شيء مهم قال الطبيب الفرنساوي اللي اكتشف مادة الفوسفات في تونس مات ميتة خايبة مش تعرف ساعات الفوسفات وين ويني ويني وصل ويني وصل معناه أنا كنتشوف اليوم فوسفات حابس ولا حبة فوسفات تخرج نلقى واحد يعطاني أرقام تعرف ملاك بعد الثورة الكوبانية تنتج ألف طن يوميا من الفوسفات تعرف سعر للطن الواحد قداش خمسة وستين دولار معناها يوميا خاسرين خمسة وستين ألف دولار كي تضرب خمسة وستين في الألف خمسة وستين ألف دولار لا أكثر هذا خضيتها من وزارة الطاقة لأرقام هاتي خمسة وستين ألف دولار يوميا الضيع على تونسة وعلى خزينة تونسة و الضيع على قفصها وليك فاسة معناك يتحسب فيه 2.8 تلقى مئة واثنينة وثمانين ألف دينار يوميا كل مجمع ستمية وخمسين ألف دولار كل خمسة وستين دولار في الألف خمسة وستين ألف كي يمشي للمجمع ويتم تحويله يولي من خمسة وستين دولار قيمته فوق الميتين وخمسين دولار مش تعرف حجم الخسائر اللي ضيعناها على رواحنا على تونس على قفصة على التنمية على التمييز الإيجابي سامي تليلي عمل وثائقي مهم برش تعرف شو سماه هي لعن بالفصفات وقت اللي احنا كنا في المراتب الأولى عالميا المرشيات امتعنا كل مشات مالغزمان لبلدان غير تونس فصفات شانتي كبير يزمو يتحل ويتفصل لأنه الخسائر الخسائر كبيرة وكبيرة جدا على الاقتصاد التونسي اللي هو كان يمثل النسبة هامة من يسبب النمو تبا للديمقراطية اللي جابت القراب للبلاد هذا رأيي ديمقراطية ايه تعمل فوضى تعمل فصفاتي كنا ربحين فيه ألاف المليارات ومن أحسن حتى على مستوى الكاليتين من أحسن اللي موجود في العالم ثمانية وخمسة واربعين دقيقة ما زلنا مواصلين معكم بعد شوية بش نفتحه دوسي غريب غريب في أريانا مشاهلي زيارة قبر والده لكنه يلقاه اختفى شنية تفاصيل لحكاية اختفى عفوا شنية تفاصيل لحكاية هذه بعد شوية بش نرجع لها بعد ما تعطينا ألفة أخبار الكياسات ترجمة نانسي قنقر